والجهات الغير متبطة بوزارة والمحافظات من أجل بيان مدى التقدم المحرس في هذه كل جهة أو وزارة تطبيق مضامين تطبيق الاستراتيجية الوطنية نزاهم كافة الفساد استدادة لقرار مجلس الوزراء المرخ 181 لسنة 2021 وتضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية عملت هذه الوزارات كافة والجهات والمحافظات على أظهار ضواهر ومخاطر الفساد شخصت مقبلهم عمل فريقهم من أجل حد منها ببرامج وإجراءات هذا اليوم بيان التقييم لسنة 2023 التقدم المحرس لكافة هذه الجهات هناك طبعا نسب متفاوضة بين جهة وأخرى وبين وزارة وأخرى وبين محافظة وأخرى كانت جهود مشكورة من هيئة النزاهة وديوان رقابة المالية بدعم هذه الفرق من تحقيق الاستراتيجية بما يتعلق بنا كوزارة الصناعة والمعادن بيانت بشكل واضح نتائج تطبيقها الاستراتيجية والدعم اللامحدود الذي قدمه السيد وزير الصناعة والمعادن الساخات البتال وقيادات الوزارة للفريق الوزاري بحيث حصلنا على درجة جاوزت 91% من ثمار هذا التطبيق هذا الاستراتيجية هو مثلا على سبيل المثال وليس الحصر زيادة الإرادات المتعلقة بمجال تسجيل علامات تجارية الستراتيجية الوحيدة التي تحس أنه حققت نتائج وآثار حقيقة على أرض الواقع وكان لها دور ملموس في كل مرافق بالنسبة لوزارتنا بكل مرافق وزارة الكهرباء ابتداء من إجراءات التعاقد إلى الخدمات المقدمة إلى المواطنين من صيانات من تجهيز إلى آخره كان لها تأثير كبير اللاحظ أكو انخفاض في معدلات الفساد بشكل كبير وحققنا مكاسب كبيرة بضمنها الحفاظ على المال العام منع هدر المال العام وإلى آخره من مكاسب يوم الوقت الصني مبدايا حصل على مرتبة متقدمة جدا ارتفع مستواه حتى حصد المرتبة أعتقد الثانية على الجهات غير المتابعة بوزارة بنسبة 92.5% وهذا منجز اشتركوا في القناة